كونوا على يقين يا عباد الله بأن هذا الداء له دواء سوف يكشف قريبا بإذن الله ففي الحديث النبوي يقول عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا أنزل معه دواء علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام قيل يا رسول الله وما السام قال الموت ومع ذلك ليحذر المسلم أن يتعلق قلبه بغير الله وليعلم أنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك الشفاء وأسبابه ويكشف الدواء وعلاجه يا طالب الطب من داء تخوفه إن الطبيب الذي أبلاك بالداء فهو الطبيب الذي يرجى لعافية لا من يذيب لك الترياق بالماء